هنروح للكرة طائرة رجال وكان عندنا مباراة في دور الستاشر في كأس مصر انتواعرفين طبعا ان احنا ماتشاة السوبر خلست اتحاد الكرة الطائرة بيجري في البطولات لانه عندنا افريقيا عندنا في افريقيا بطولة مهمة يعني عندنا افريقيا بكرة طائرة رجال وسيدات مهمة جدا بس خليني ارجع لخبر قبل كده السيدات كرة السلة عشان نبقى ماشيين يعني فرع فرع قبل ما اروح للكرة طائرة رجال السيدات كان عندهم مباراة مباراة مهمة مع نادي الجزيرة وكانت بتتلاب على مركز شباب الجزيرة المباراة كانت صعبة جدا انا استغربت يعني مباراة مع مباراة الجزيرة او مباراة مع الجزيرة دايما بتبقى في خلصة فرق سكور كبير يعني اه فطبعا يعني لو كلمنا عن بطولة المنطقة فوزنا فرق كبير كلمنا في كاس السوبر فوزنا فرق كبير على الجزيرة ولكن انباراة الحقيقة الجزيرة تحول دايما انا بقول كده ودائما كان في المطشاط والمطشاط التحليلية بقول الجزيرة عندها مقومات في السيدات تكسر الدنيا بالرغم من النوع بيستغن على 2-3 لعبات السنة اللي فاتت ولكن برضو مازالوا فريق جيد جدا المباراة مشت وخلصت بعد إكسراطايم تعادلنا في الإكسراطايم الأول خلص 78-78 لعبنا إكسراطايم يعني لعبنا الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 78-78 وكسبنا بعد إكسراطايم بصعوبة 86-83 طبعا اللي جاب التعادل رانيم الجداوي هي حطت بسكة التعادل احنا كنا رحيم برضو ان احنا ما نتوفقش وخلي بالكو الغريبة بقى كمان ناحية تانية سبورتنج والاتحاد كان ماتش دار بنار برضو وكان دايما الماتش مع سبورتنج والاتحاد بيقلص فرق كبير مع الاتحاد فسبحان الله مبارح كان يوم غريب جدا في كرة السلة سيدات الماتشين كانوا طف وكانوا إكول في ماتشات مفروض معروف مين اللي هكسبها مقدمة نتيجة الهيستوري بتاع السنة دي واللي قبلها طب خلينا نشوف نتاج الأشوات حصلت ازاي مع الأهلي والجزيرة مبارح الأهلي في الفترة الأولى طلع متقدم 24-20 وفترة الثانية 39-41 للجزيرة الفترة الثالثة 58-57 للأهلي يعني ماتش ماشي ايه بنت هنا بنت هنا الفترة الرابعة تعادل 78-77 الفترة الوشيط الإضافي الأول اللي خلص بعدين مباراة 86-83 الميرال أشف عملت مباراة كويسة عندك رانيم الجداوي عندك كمان ترية عملت مباراة كويسة جدا خاصة فيه التلاتة بنت طب احنا يعني بعد المباراة دي مازلنا في الوصيف بعد سبورتينج وسبورتينج فازي مبارح على الاتحاد سكندالي برضو بصعوبة كبيرة فاحنا في الوصافة دلوقتي مننتظر اكيد مباراتنا القادمة هنمشي ازاي ماشيين احنا 8 فرق بنلعب رايح جاي يعني 14 جولة زي الرجال وبعد كده هنترتب من الاول للتامن الاول لعب التامن والتاني لعب السابع والتالتي لعب السادس ورابع لعب الخامس بستوفتري وبعد كده نتعقب الانهائي وانهائي نفس السيستم ونفس النظام بتاع الرجال بالزبط اتصور واتوقع وسامع التلاتة يعني انه السنة الجاية هيبقى فيه اعادة اعادة نظر تاني فيه نظام المسابقة اللي بقاله يمكن 7 او 8 سنين بنفس الشكل اتصور او يعني ده توقعات واعلومة جاية لي من جوة لجنة المسابقات في اتحاد المصري كورت السلة ان السنة جاية يتم النظر في تغيير نظام المسابقة وده مطلوب عشان يعني ماحصلش ملل واحصلش تعود للعبين لازم تكون بتتغير خاصة ان انت بتلعب فيه افريقيا من نظام الويندو فانت محتاج تلعب 3 مباريات ورابع في 3 ايام متتالية وده اللي انت بتقابله فيه تصفيات جأس العالم واللي بتقابله في تصفيات الأفرو باسكت وبتقابله في كل التصفيات على الإقليمية او العالمية فالنهار ده انت محتاج ترجع تاني يمكن لنظام الدورات المجمعة تلعب 3 ماتشاط راح هيوم وتلعب ماتشين وهكذا اتصور ان هنرجع تاني لنظام الدورات المجمعة اللي كان بيبقى فيه منافسة جديدة جدا يعني انا يمكن لعبت الدورات المجمعة ديها يعني جيه لمالحقناش بلاي اوف ولكن لعبنا الدورات المجمعة كان بتبقى ضرب نار كل يوم الدوري بيروح في ناحية ناحية فالتصور ان هم يرجعوا تاني للنظام الدورات المجمعة عشان يبقى قريب من نظام الويندو اللي بيتلعب فيه على مستوى العالم او المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة السلة